الحلقة التسعتاشر من مسلسل الاعتولاء اراحت توحيدة ام حنة لعيسى الوزان فبيقول لها فرق جوزك مات قالت له مات ازاي قالت له تقتل قالت له تقتل لازم نبلغ البوليس قال له والمرصى ابو العباس انا كنت عايز اعمل كده بس لما عرفت مين اللي قتله صعب علي ان انا بلغ فقالت له مين اللي قتله قال لها حنة بنتك قالت له حنة مش ممكن تعمل كده مش ممكن حنة تعمل كده وفضلت تعيط فرح قال لها يا ستة توحيدة ما تخسرش جوزك وبنتك في ليلة واحدة انا ممكن ابلغ الحكومة ولا نلم الموضوع احسن ديحة وصلت حنة ونصار بالعربية بتاعتها فقال لها شكرا يا ديحة انا مش عارفة اقول لك ايه ولا عارفة اشكرك ازاي قالت ما تقولش كده حنة زي اخت تمام فجه راجل وبيقوله زيك يا نصار ايه اخبار ابنك الجديد قال له مالو قال له خبطته عربية فقال يا رب الاقيها منين ولا منين راح الديحة قالت اركبوا العربية وانا هوديكم المستشفى ورجبوا العربية مع ديحة سترة العترة بتحط كحل وبتغني توبي 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 ازاي بس ازاي ازاي وبطرقص بقى وهي مبسوطة داخل عليها خضر وقالت توبي ازاي يما ده الشيطان بنفسه لو تاب انت ترجعيه قالت له اسم الله عليك انت ملك ابو جدحد دخلت رفرف علي المهمة عملت ايه مع اخوه قال لها ولا حاجة كسرتولي المحل وفي الاخر الحكومة شمعت هولو قالت طيب ما روحتش دورته ليه قال روحت لمراته لو عايزة حاجة بس هي فضلت جعجع وقالت دفلوس حرام قالت اه الحية قال لها بس بينه وبينك يما نصر صعبان علي قالت له طيب هتعمل ايه مع الحية انت هتخلص منها قال لها اخلص منها ازاي يعني اغزها قالت له لا تديها بالشبشب على دماغها قال لها اه فهمت حنا في مستشفى المبرأ وديحة ونصار مسندينها نصار جري على قسم العظام علشان يتطمن على ابن مالك راح جري على قسم العظام شاف مراد مراد قال له انت رايح فين قال له رايح هشوف ابني قال له ما سمعكش تقول ابن تاني والواد لو حصل له حاجة انا مش هرحمك قال له يا عم اعمل اللي انت عايزه بس اهم حاجة نشوف الواد وبعدين ترحم ما ترحمش ده حاجة بتاعتك انت قال ايه الاخبار يا عيشة الواد ماله قالت حالته خطرة جدا فيوسرى بتعيت وتقول انا السبب انا السبب ازاي طوعتكم في حاجة زي كده انا مش مسامحة نفسي نصار دخل الغرفة علشان يشوف ابنه وباسه وهو متأثر وقال ما تخافش يا ابني انت ليه الجن اسم عم خميس هو اللي مربيني وهو اللي قال ان ربنا مخبيها الحكمة ليه هو وكل شيء بقوانه ويمكن اللي حصل ده حصل علشان انت متشوفش حاجة من اللي احنا بنعملها دلوقتي مش ممكن اسيبك تتربى في حضن غيري بس انا عارف انك انت مش عارفني واهم حاجة تفوق فوق يا لو قم بالسلامة وانا هزبتلك اني احسن اب في الدنيا وعمال يصلي ويقول يا رب او امهولي بالسلامة يا رب انت اللي بعتهول يا رب ما توجهش قلب عليه دخل عليه فارس وقال له ما تقلقش يا ابا مالك هيقوم بالسلامة انا قعدت جنبه ومش سايبه وصلت ركعتين زي ما جده خميس علمني فنصار فضل يبص للاتنين وقال حكمتك يا رب ورحضن فارس دخل الديحة قالت ان حنا تعبانا نتيجة المجهود الكبير اللي عملته فنصار قال لفارس خليك مع مالك هنا ما تسيبوش ساعد جث شادية الاولاني جه الحتة وعايز يفضحها بطوط عالي وقال بقول لكم ايها للحتة شادية اخت العتولة تبقى مراتي وعقد الجواذة هو وامها عرفة هتقولولي طب ما قلتش لامها ليه اقول لكم انا قعدت معاها بدل المرة اثنين وثلاتة وكانت كل مرة تجلوني واخواتها اللي عاملين فيها كبار وعتولة راحوا جوزوها لعي الهافق وهي على زمتي راح عاطف والسبتي مسكوه ضربوه واخدوا منه العقد ودوه لسطرة العترة وقالوله انت يا ابن جاي هنا تعلم علينا يلا مش من هنا وراحوا ضربينه وهو راح قلع الحزام وقال لسطرة العترة وديني ما هسيبك قالت له عملت الشوء وعملت الفيلم بتاعك روح يلا روح من هنا بس هتروح سكة اللي يروح مايرجعش شادية فضلت تعيط وتقول فضحني يا قطة فضحني قالت لها ما تقلقيش حرم عليك نفسك كل حاجة هتخلص حنا في المستشفى تقول لنصار انا هقعد هنا يومين في المستشفى هي حالتي خطر للدرجاتي قال لها لا مش خطر ولا حاجة بس علشان خطر المجهود اللي انت عملتيه اليومين اللي فاتوا دي حقالت روح هتلاها غيارين وانا هقعد معها هنا دخل خضر الف سلامة ليك يا مرات أخويا فدي حديقت بس الله وقال لها ايوة كده طول عمرك صاحب تواجب يا ديحة انا اتطمنت عليك يا مرات أخويا عايزك برا يا نصار حين قالت هو جاي يزورني ليه ده ما بيحبنيش وانا ما بحبوش ولو مت ده ما يمشيش في جناستي عاطف بيقول لها حماته سترة العترة ايه اللي حصل ده يا حماتي صحيح قالت له سيبك منه ده بيخرف قال لها لا الوقت بيتكلم بقلب وبيقول لها لازم اخواتها الرجال يعرفوا انا ما تغفلش كده هو بيكلم حماته بيزعق معاها طلعت قطة زعق اتار شادية ولعت في نفسها كله بيزعق عليها شادية شادية وبيعايت عليها عاطف خضر بيلغ ديحة وبيقول لها هتسبين يا ديحة ماينفعش تسبينه في الظروف دي شوف حن عاملة ايه مع نصار وقفت معاه وسنده ظهره لحد ما وقفته على رجليه قالت له طبعا تقف معاه ما تقفش ليه مش جزهة وابو ابنها وبعد كده قالت له بقول لك ايه شوف لك دخلة جديدة علشان انا حفظتك قال لها لا مش هو ده الحوار اختك هي اللي لعبت في دماغك وعصت قلبك علي خليها تنفعك يا ديحة نصار نزل وخضر وراه بيقول له انا عايز اعرف مين اللي عمل فيك كده وكسر لك المحل ده فوهو بيكلمه قدت سترة العترة ومعاها عاطف وقطة قال لها مالك يا اما فيه ايه لتل أختكم في عمبر الحروق نصار قال انا عايز اروح اشوفها يلا بينا يا خضر فقالت له لا يا ابني كفاية عليك اللي انت فيه خليك مع امراتك وابنك وانت يا خضر ما تسبش اخوك انا مروحة علشان جتت تعبانة وانت يا قطة روح اشوف شدية خضر بيقول له يا نصار بس حلوة اوي حكاية التمثال اللي انت لبستها دي لبستها دي وانا متكيف قال له طول عمرك كده عمرك ما هتتغير مش عارف انت بتقول ايه وامتى وفين عيشة قعدة في المستشفى مع ابنها ونصار واقف على باب قضت مراته فهي قالت لنصار هتفضل واقف كده وسيبني انا الوحدي مش هتتطمن على ابنك قال لها حرام عليك هو انا هلاحق على ابني ولا مراتي ولا اختي دخل عليهم عيسى الوزان وقال يا نصار هو انا كل مرة اجي ازورك فطرقه ما تتبح بقى ونخلص ممكن ازور المدام ولا ممنوع عنه الزيارة قال له لا ممنوع عنها الزيارة قال طب خلاص ممكن ازور الواد ابنك في قسم العظام فعيشة قالت له اه ينفع يا معلم عيسى فبن قال لنصار ربنا يكرمك ويطمن قلبك يا نصار نصار قال له يا رب يا بن ادخخن مع امراته بيقول لها فاكرة العقد ده حبيبتي قالت له اه فاكرةه طبعا جبتهولي لما كنت بتفسحني قال لها حاسس انك بتتحكي علي وشامم ريحة زفارة من على بعد كيلو انت اتفقت مع نصار علي فين التمثال قالت له انت تجنن ايوة انت بعتين النصار قالت له علشان انت غبي قال لها ايوة انا غبي يا هندية علشان سمعت كلامك قالت له لا انت غبي علشان مسمعتش كلامي وسمعت كلام شوية عيال صيعة وامنت لهم اوعى تستخدم دماغة دي تاني يا دخخني اوعى تعمل حاجة من غير ما تقول لي انت فاهم نصار قعد مع حنى في المستشفى وقالت له في حاجة يا نصار انا مش عايزة خبيها عنك عايزة اقول لك على حاجة قال لها اقول لي قالت له فرق جزء ام مات وقبل ما يموت قال لي عيسى الوزان ان انا اللي موتته فعيسى الوزان يا عندي وقال لي يا ام نصار يجيب حكتي اللي عنده يا امه اسلمك لعشماوي بايدي راح ندى على زينب وقال لها خدي حنى عند بيت ابوك اللي في ابو اير وتختفي خالص انت وهي هات التليفون بتاعك وراح قفل تليفونها وقال لزينب ما تردوش على حد وتختفي خالص ما حدش يشوفكم ولا حد يعرفكم انتو فين اذا ان انا جت لكم لم حكتك وامشي من هنا بسرعة عيشها قاعدة لقيت فارس ماشي لوحده وعايز عصير قالت له ابوك امك فين قال لها مشيو قالت له طب سابولك فلوس قال لها لا قالت له ازاي سايبينك لوحدك كده قال لها معرفش يا ماما قالت له انا مش ماما راح بصيلها وراحت هي زعلت وقالت له احقك علي يا حبيبي انا عارفة ان الموضوع صعب عليك يسرى دي هي ماما وانا امك اللي ربتك وفي الاخر قالت له ما تزعلش مني يا حبيبي وراحت حضناه وجابت له عصير ديحة راحت لاختها بتقول لها ان خضر جالي وانا حطيت قلب تحت رجلي وقلت له لا اوعى تفكر ان انا زي الاول وانها هرجع لك تاني ولا تفكر انك تعمل معايا كده تاني بينه وبينك انا كنت هضعف لكن لا انا بقيت واحدة تانية قال لي طيب ممكن نتجوز يا ديحة واعمل لك فرح ما حصلش انا مقدرش استغنى عنك قالت له طيب اديني فرصة فكر شوية اشوف اخت الاول انا مقدرش اسيبها دي نور عيني قالت له هيا وبعدين قلت له ايه تاني بس ما قلت لهش حاجة سيبته بناره ما تيجي بقى تعيش معايا خلاص خضر اللي انت بتكرهيه مش موجود هنبقى انا وانت الوحدين قالت له بقولك ايه معلش يا ديحة سيبين يومين كمان مع نفسي عيسى الوزان دخل المقابر ومعاه اكليل زهور لقى خضر افتيحة قاعد جنب القبر وقاعد حزين عيسى الوزان قاله اصيل يا خضر لسه فكر اخت فاطمة قاله ما تتنسيش يا عيسى ما تتنسيش اتار فاطمة الوزان اخت عيسى كان بيحبها خضر او كانت مخطوبة ليه او كانت متجوزاه الله اعلم بس هو كان قاعد حزين عليها جدا وفضل يعيط ويقول له مش قادر نساها يا عيسى مش قادر نساها ومتدايع من كل حاجة في الدنيا حتى الجواز حرمته على نفسي قاله فاطمة اختي ما تتنسيش الحنية والجدعانة الحاجة الحلوة اللي في حياتي الحاجة الوحيدة اللي مديقاني ان انا عيسى الوزان بجيب حق اي حد مش قادر اجيب حق اختي امك واختك عملوا ايه فاطمة اختي يا خضر موتوها ولا هي لموتت نفسها قاله تاني يا عيسى انت مسدق الكلام ده قاله حاول تنسى فيه كلام يا عيسى لو صدقناه هنتجنن وفضل يبكوا هما الاتنين مع بعض عيسى قاله اطمنك يا خضر الوجع لسه جاي قاله اكتر من كده يا عيسى قاله اه فخضر ساب ومشي عيشى قعد مع ابوها وبتقوله الحاجة الوحيدة اللي مقصرة فيها ان اللي حصل ده كان قدام عيني وانا ما قدرتش اعمله حاجة طلحت اجر على الواد كان نفسها لحقه بس ملحقتوش انا بموت يا ابا ابوها قال لها انت عملت تعيب روحك وتجري علشان تعرف الحقيقة ولما عرفت الحقيقة وجعتك احنا نقول ايه الانسان كده بيدور علي بيوجعه قالت له امال يعني عايزنا اعمل ايه اسيب ابني يتربى مع ناس غرب قال لها فارس ابنك يا عيشى فارس ابنك وتربى قدام عينيكي وانت كبرتيه وحضنه ملا قلبك طول عمره يندهلك يا ماما قالت له كفايا بقى حرام عليكم كلكم بتضغطوا علي ما حدش حاسس بيا ولا بالنار اللي جوايا فارس انا اللي مربياه لكن مالك ابني من لحم ودمي اسيبه يتربى بعيد عني ازاي ازاي يا بقى اسيبه ازاي قال لها يا بنتي انا حاسس بيكي بس انت صعبان علي قوي وقلب بيتقطع عليك يا عيشى وراح واخدها في حضنه وفضلت تبكي نصار راح لعيسى الوزان قال له تأخرت قوي يا نصار قال له انا عمر ما بتأخر يا عيسى هتأخرك راح مطلع للموبايل وقال له تحب تسمع نجات ولا فيز احمد انا عن نفسي احب اسمع صوت حنة وراح مسمعه التسجيل بتاع حنة وهي بتعترف ان هي اللي قتلت فرج قال له دلوقتي احنا سجلنا عايزنا نزيع قول زيع ده انا حتى احب اعمل لها فيديو كليب قول لك يا نصار التمثال يجيلي بالليل وانا امسح التسجيل ده وامسح لك الفيديو كليب كمان قال له يا عالم مين يعيش لي بالليل وراح قال لبن ابعت وراح حد يقطره ما يغيبش عن عينيكم بن قال تمام معلم اعتبره حصل عيسى الوزان طالع من الفندق بتاعه واثنين متلات تمين ضرب عليه نار وقق عيسى على الارض وتقفل الحلقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة